وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنيه هو الأمر الذي أشاد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعما جديدا للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرى خلال سبتمبر المقبل اشتركوا في القناة